والله أنا طالعة دلوقتي عشان أقول لكم أن في حاجة اسمها حق في حاجة اسمها عدل وفي حاجة اسمها محكمة السماء محكمة السماء عايز أقول لكم اللي أنا يعني أنا مبسوطة جدا اللي أنا بشوف أمر الله في الأرض وبيتنفذ بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين سعد الصغير اتحبس ومحبوس وأنا مش شمتانة ولا حاجة اللهم شماتة في أي حد في قرب بس أنا فرحانة اللي ربنا سبحانه وتعالى جاب لي حقي واللي سعد اتحبس كان ممكن يتحبس من زمان جدا بس ربنا أراد اللي هو يتحبس عشان خاطر دعاية اللي أنا بصلي الفجر وأمدى عليه وحزب عليه اللي ربنا ينتقم منه ويجرب السجن اللي أنا تسجنته في الدنيا هو بيتسجنه دلوقتي ولسه كمان هيتسجن بإذن الله حبيلنا استرجع قصة السيدة يا هيبة المرت شافيك سعد الصغير اللي حصل معاك بحثتك في المراس كان في استغاسك دير خلال فترة ماضية وكنت بالطلبي وبتستغيسي بالجميع بتستغيسي بكل الناس للمطلبة بحثتك في المراس وما زلت بس اللهم لك الحمد أنا طالعا النهاردة مخصوص عشان أقول لكل الناس المحترمين والحقدين اللي أنا بفضل اللي كسبت القضية وخدت إعلام الوراثة وإعلام الوراثة نزل بإسمي وبإذن الله في قناة قريب هنزل فيها عشان خاطر طبعا انت عارف قناوات التلفزيون تختلف على اليوتيوب آآ هينزلولي الشاشة عشان خاطر هو كان عامل برنامج وحلقة في العرفة مع دكتورة بسمة وقال كلام ما حصلش مش حابين نسكو الأسامي لا مزعيم لا أنا باتكلم على الموقف اللي حصل يعني لا على الموقف اللي حصل أنا اللي هي حق الرد اللي هو التهمي زور اللي دي قسمة جواز مزورة مزورة الزورة أخد إعلام الوراثة اللهم لك الحمد يا رب ليس طبع فروسي محتاج حتى رحضوا فيه مسألة انتقام انتقام شخص بينك وبين الفنانس عد الصغير آآ لا هو مش موضوع انتقام ده تعب نفسي أنا الراجل ده ظلمني اثنين طبعا طبعا أنا بعاني أنا بعاني نفسيا من اللي حصل لي الموضوع مستهل متابعينا في كل مكان متابعي موقع بصراحة أهلا بكم في باسهم بشر جديد معكم أنا محمد صاري محرر صعف يعني احنا حاليا متواجدين مع حضراتكم في قصة جديدة السيدة هيبة اللي كنا معاها خلال الأوانة الماضية لجأنا معاها من تاني بنسترجة يعني الاستغاثة كايب بتقدمها بشأن حصتها في المراس أكيد كلكم متابعين الأزمة المصارة الأزمة الأخيرة الخاصة به المطلب الشعب المعروف سعد الصغير وحالته إلى محكام الجنيات كان متواجد في أولاد جلسات محكام الجنيات العباسية بشأن طبعا حيازة مواد مخدلة يعني كان أقادم من إحدى الدول ويعني في مطار القاهرة تم ضبط مواد مخدلة تحديدا مادة الإرجوانة مع سعد الصغير على أغرار ضبطه بهذه المواد المخدلة تم القاهرة قبضة عليه ومنسمى أولاد جلسات قبل أمس على الجانب الآخر أو خلينا نقول في سياق متاصر معنا مين؟ معنا السيدة هيبة السيدة هيبة هي أرمالة شاكيك الفنان سعد الصغير اللي كانت بتستغيث خلال أولا الماضية وكانت بتقول بالفم المريم بتقول بسيغة مباشرة أنا المطلب الشعب المعروف حرمني من المراس بعد وفاة شاكيكه وكانت يعني على زمة شاكيك سعد الصغير قبل طبعا الحادث المروأ اللي تعرض إليه وعلى أهل هذا الحادث توفى يعني محمد آآ ألف رحمة ونور عليه ولكن يعني ما حدث بعد تعرض الحادث وبعد وفاة آآ يعني محمد شاكيك الفنان سعد الصغير أن هنا السيدة هيبة حرمت بشكل كامل من المراس رغم أنها كانت على زمته كانت على زمة يعني محمد لم تطرق من وهناك أسيمة زواب تثبت كل هذه الأمور حابين يسيبكم معاها يعني بنعتذر على الإطارة قلت لنا أنا حابة أطرع تحديدا بعد ضبط سعد الصغير بمواد مخدلة كنت حابة تطرعي كنت حابة تتكلمي عن الموضوع بشكل كبير وتعيد الموضوع في الأزهال من جديد ويظرع عليك في الأزهال رغم يعني أعلان حصة في المراس وضمك يعني إلى الأصبة الحمد لله رب العالمين ربناك كرامي بفضل الله والمحكمة حاكمت لي اللي الحمد لله اسمي نزل في إعلام الوراثة بالنسبة لأستاذ عاصم الرجل المحترم اللي هو شغال معايا بجد بشرف حابيني نعني شفتا شوية أستاذينك يعني شغال معايا بشرف الرجل المحترم اللي أنا بحبه جدا طبعا يعني أستاذ عاصم أندير أو السيد عاصم أندير اللي هو المحامي الخاص بحضرتك بشأن حيثة المراسة وكانت جلسات منعقدة في محكمة شبرة الخيمة آه آآ إحنا بس يعني ما عملناش الإعلام وخدنا حقنا دلوقتي عشان خاطر في حاجات كان ساعد شغيلها من إعلام الوراثة فدي لازم طبعا نضيفها آآ تاني حاجة اللي حطوا أميرة معايا في الإعلام وأميرة مطلقة فهنعمل طعم على إعلام الوراثة عشان أخبروا يعني عشان بس إحنا نحبين نوضح للمتابعين أميرة دي طلقت آآ الأسماء دي أو الصرة صرت هذه الأسماء آآ يعني أميرة نزل مايك أنا من يرسل يعني أميرة هي تعتبر الزوجة الأولى لمحمد شاكريك ساعد الصغير آآ لها طلقته حاليا لها طلقها قبل ما تغفى بسنتين قبل وفاته تم الطلاق فأستاذ عاصم لأن المحكمة حتى اللحظة يعني لم تعترف بطلاق أميرة من محمد لأ محمد آآ خلاص إحنا نقدم بقى الأسهيم إحنا نعمل طعن أصلحا على الإعلام فيه طعن على الإعلام أيوة طبعا عاملة طعن على الإعلام بس يا كثيري لأنا ضميت تم ضمك الإعلام والرسة بجانب أميرة أيوة طبعا بجانب الزوجة الأولى آآ بس كده مش عاجبنا الحكم كده كده الحكم مش عاجبنا لأنه كده الحكم ما اعتبرش عادل لأنها طليقة مطلقة ومعنا ما يثبت إليها مطلقة هلعمل طعن شايفة إنها مراش حصة في المرسة لا 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 حرام بما يرضي الله شعر لأ عيالها قابل أنا عايزة المرسة أنا عايزة أثبت للناس اللي أنا اللي كنت صح وساعد من كتر مظلمي اتحط في موقف دلوقتي طب ساعد ما اتحبس من كم سنة فاته ليه لما نزله لايف ونزله هو حطة الخمور وبيشرب الآيس والتلعة بتاعة الآيس الحاجات اللي أنا بشوفها دي اللي قالوا دي آيس ده فيديو موسق يساعد صفير آآ نيزل على اليوتيوب يتعاطى أو يتناول مواد مخدرة آآ أيوة أصلي ساعد دا ملي كانش ساعد ساعد اتلاحظ من المخدرات ما تقوليش اللي هو ما بشوفش يطالع النهاردة بتكلم في المحكمة وهو لأ يا جماعة اللي بيدرس قانون بيبقى عارف النفسية اللي مهتز في كلامه وحركاته كتير بعيد بقى عن فرطة حركة انتي تبعت الجلسة؟ لأ بصراحة بس شفت الجلسة وإن شاء الله روح الجلسة الجاية عشان أشوف بقى يعني أنا عايز أشوف يعني الحكم العادل أصلي ساعد دا لو بنا قدم عادي ما كانش هيتحبس أكيد كان هيتحبس مش كل اللي عليه العين ولا كل اللي معروف أو أين حد أين كان معروف ما ياخدش القانون حقه لأ قانون ما بيعرفش كبير وصغير القانون ما يعرفش فنان ما يعرفش العيب كورة ما يعرفش حتى مين في البلد القانون قانون لازم القانون يبقى على الكل مش على واحد بس وإحنا شوفنا دا شوفنا دا مع مؤدي مهدنات آه دي محترم جدا كمان مع مؤدي مهدنات عصام الصاصر شوفناها كمان مع سعد الصغير أيوة دا قانون والتغطية الإعلامية كبيرة يعني سعد الصغير وعدم يعني حلمان المصورين والصعفين من هذه القطار قانون شرف والشرف المهنة يبوح عليهم اللي هما لازم يبقى خلاص الموضوع صح في الحقيقة أنا دلوقتي راجل حتى لو أنا ما بعرفش أرهو بيطلع فكل البرامج بيقول أنا معي دبلوم صانوية فهو دبلوم صانوية على الأقل هيقول وات زيس يعني أقل كلمة يقولها ايه أو ايه ده أكيد اللي هيرد يقوله ده دراجز فما تقنعنيش طبعا محامي طبيعي لو هو يطلع يقول طبعا تدافع انت تبعتي الجلسة يعني تبعتي دوافع سعد الصغير شفتي سعد الصغير قال ايه يعني فوقات جلسات يعني داخل محكمة العباسية عمره ما كان بياخد التمول عشان تعبوا الكلام ده كله على كلامه اللي هو بيقوله يعني سعد بيعاني من مرض ما والنظير نظير هذا المرض بيتناور الترامضون ده طبعا زي ناس كتير ممكن يكونوا بيعانوا من أمراض الله يشفيش في كل المرض ومكتوبه ثوانيا فاندي ومكتوبه بإحدى الروجيتات الطبية انه يتناول هذا المخدد لا هو سهل الا انا اجيب روجيتة تقولي اللي انا باخد كذا وكذا ده سهل ده مستعب ومتعارف كده كويس بس الطبيب الشرعي هو اللي يجيب الاخر اصلا ما يهم منيش يتحبسه ولا متحبسه لان انا كده كده هاحبسه كده كده هاحبسه ايوه طبعا ده واحد محتل شقتي وبنقجرها وبياخد فلوسه يا واللي اسمها اميرة المتطلقة دي دي اميرة دي لما جات يوم الجلسة حلفت كده وما جابتش حد من اهلها ولا جابت حد من جيرانها جاي بقى اخو ساعد الكبير وجوز اخته يعني كلها بتطبل لبعضها انا بقى معايا اللي فوق اللي في السماء هو اللي جاب لي حقي عشان نقول للناس كلها اللي ساعد كداب واحد بيقول اللي انا ما كنت الزوجة والقاسيمة مزورة ازاي مزورة انا طلعت اعلامه راسه هو وهطلعه في التلفزيون وهينزل على الشاشة وهواجهه وجيت كلمت ناس قريبين لي قلت لهم هو في ديئة خلينا نحل ما انا كسبت القضية كسبت القضية يا عالم انا كسبت القضية هل كان في وسطاء الوسطاء كلهم بيعيد محدش عايز يتدخل هل كان في وسيط بينكم من ساعد الصغير هل في شخص تواصل معك وقالك حرفيا كده او بالنص بلاشة متى اه مدير اعماله اللي هو جزخته ما هما منهم فيهم ما هو مدير اعماله اللي لازم يقول كده ما هو منه في ما هو بيكسب منه وجزخته في نفس الوقت فلازم يتحزاله لازم يبقى فيه طبعا اللي هو بيطبل بقى للراجل اللي شغال معلي بيأكل من وراه المام طب كلموا في الحق عشان ادعيله بيقولي ارجوكي ارجوكي بترجاكي وعندي فايز بصوته بيقولي ارجوكي كفياك يدعو على ساعد ارجوكي ما تدعيش على ساعد قلتوله انا بدي عليه من حرقتي يعني ده غصب عني ده راجل مش عايزة ديني حقي انا ليه حق وكذب يعني انت بتتكلم في شرف وبتطعن في الكلام اللي انا بقوله وبتقولي اللي انا من الزوجة وبتقولي اللي انا مليش حق طب انا جبت ده واثبت كل ده اثبت كل اللي انا بقوله ده يبقى حضرتك ازاي بتقولي الكلام اللي انت بتقوله ده بس يا فندم بس يا فندم حلين اوضح لحضرتك يعني ان حتى الزوجة الاولى فيه أطفال فيه أطفال من الزوجة الأولى والأطفال يعني هم أبناء محمد مفيش أطفال هم كبروا دلوقتي أبناء 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 بلاش نقول أطفال أبناء محمد أبناء محمد من الزوجة الأولى محمد شاكير سعد الصغير وهو أيضا كان يعني زوري دولت أكيد ليهم حق في المراسل وليهم حصة أيوة طبعا أنا ما نكرش ده حقهم لازم يغدوه لكن أميرة ملاش حق أنا برجو بس الناس اللي بتبعث تعليقات ملهاش لازمة يا ما تخشش على اللايف وتتفرج علي يا تحترم نفسها عشان كل حد أنا هقضيه أي حد هيتكلم علي كلمة أنا مش هقبلها هقضيه وهجيب الأكاونت بتاعه وابلغ في مباحث النت فكل حد يبيكتب كلمة أنا مش عايزاها أو ما ينفعش إن كانت ست ممكن تكون ماشية مع ساعد ولا واحدة مرفقاه ولا راجل مالوش تلاتة لازمة يتكلم علي أنا هقضي وهرفع أواضي عن ناس كلها تابع التعليقات جيدا أيوة عشان ناس قللت الأدب وإنت معاها دلوقتي بتحاول تشوفي البس المباشر على أيوة عايزة نشوف تعليقات الناس اللي فاكرة نفسها اللي هي بتتكلم في الحق مش خايفين اللي يقفوا أنا خصيمة كل اللي بيتكلم عليها كلمة وحشة أمام الله سبحانه وتعالى يلا خليهم ياخدوا من السيقات ويدوني شميات حسنات لقيني اللي بيتكلم يا يتكلم بما يرضي الله لا يتفرجوا ما يكتبش تعليقات التعليق على الحق انتو بتخلصوا من الحق ليه اللي بيتكلم على سعده واقف جنب سعد دلوقتي شيطان أخرص ربنا هيحزبه اتكلم في الحق اللي عايز يبعد تعليق يتكلم في الحق اللي يرضي ضميره أمام المولى عز وجل ولديك رقيب عتيد يا ناس ياللي بتتكلم لديكم رقيب عتيد بيسجل أما الناس الفسقة اللي ما بيهمهمش الكلام اللي أنا بقوله دول حزبونه الله ونعمل وكيل فيهم بقى طيب كلمينك داخلية نرجع للنقطة الأهم قلت ان فيه وسيل تدخر وبعد يعني القاعدة على سعد الصغير هو شعر وحز ان اللي بيحصل لسعد ده بسبب حضرتك وكلمك وقالك أرجوك بلاش دع على سعد يعني الرحمون يرحمهم المولى عز وجل تحت الشعر ده أنا قلت له أنا هرحمه وهدعيله اللي ربنا يفقد قدقته بس خليه يقول يعترف أمام الله بينه وبين نفسه اللي هو في الديئة دلوقتي يقول أه والله السادة فعلا دي أنا ظلمتها السادة دي أنا حضرت لها جواز قبل كده وحضرت لها طلاق قبل كده وعرفت اللي هي رجعت الأخوية وعرفت اللي هي فعلا زوجها شرعية فالتقي الله وديها أهشا ربنا يفقد قربي هو فعلا كان أخفى عنك خبر وفاته خبر وفات محمد أيوة أنا ما كنتش عارف محمد توفى نتيجة حدث مروعة فعلا؟ لا 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 هو على كلامه مسكت قلبية على كلامه هبوط حد في الدورة الدموية على كلامه الله أعلى وأعلم أنا كان محمد قبل ما يتوفى بثلاث ساعات كان عندي وما كانش فيه أي حاجة خالص بس كان شكله فعلا تعبين وأنا لما قلت له أنت واخد إيه قال لي واحد أبني تاني حبيتين ترمدول وأنا نزل من عالسلم فلما جيت قلت ساعات قال لي خلاص بقى اللي مات مات بقى خلاص مش عايزين نفتح حاجة لأ تاني معلش تاني معلش حبيتين إيه ترمدول ده ده سبب وفات محمد محمد لما جالي اليوم ده كان بيقول لي أنا أاخد حبيتين ترمدول مين جت ده لمحمد يعني مخدد ده بيقول لي واحد جاري في العمارة لما أنا جيت كلمت ساعد وحكيت له قال لي لأ خلاص هو مات بقى مش عايزين نفتح حاجة زي دي والله أعلى وأعلم حسن ممكن يكون ساعد صغير يعني عنصر أو سبب في والله يبصوا وانا جالي وانا مردبش عليك أنا ربنا لا يحسبني أنا جات لي حد كلمني في التليفون واحدة ست وهي حقيقة مترزق على فكرة بس هي خايف يعني هي خايفة تطلع تتكلم وقالت اللي اليوم ده كان ساعد عنده هو محمد وكان أوفردوس ونزل تعبين خيباك المعلمات دي خطيرة جدا أنا أعلى وأعلم أنا بتكلم على حصل بس هي معلمات مهمة أنا عايز أقولك على حاجة احنا بنربط حيازة أنا ربنا محدش هينفعني احنا بنربط يا فان دي محيازة المواد المخدرة لساعد الصغير على الجانب الأخر بحقيقة وفاة محمد بنربط يعني الشكين ببعض أنا عارف إن التعليقات شغلاكي بس يعني خليكي معاني ما التعليقات شغلاني عشان فيه ناس ما عندهاش ضمير ما يعرفوش ربنا اللي بيبعدتوا بتعليقات اللي زي دي ما يعرفوش ربنا جيبت بصي تعليق الناس مش عايز أحد يحكم بالباطل يعني فإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل يعني الناس اللي بتبعد دول ما يعرفونيش يعرفوا حد دي اسمو ساعد الصغير بيغني طب انتو تعرفوا الدخيات إيه طب ساعد ما تحبسي من 3-4 سنين فاته ليه يعني الموضوع شد وبقيه تدعي كتير عليه أنا بس حاقيم الفجر الناس دي ما بتقولش تكمل الفجر أنا بفضل ربنا باقيم الفجر وده على ساعة لين ده حق فأنا اتأكد اللي ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيجيب حق المظلوم ويفرجوا بعنيه عالظالم لغاية لما نروح محكمة السماء بقى ونوصل لربنا وبقى خاصمته أمام الله بتقولي هتكوني يعني حاضرة في تاني الجلسة أوه إن شاء الله هروح الجلسة جايب إذنك مش خايفة ساعد يشوفك أو يعني بالعكس ده أنا نيفتي يشوفك يريد كمان القدي يستقوبي فيه حديث هيدوك بينك وبينه هتكلميه وهو طبعا داخل قرص أنا لو عايز أتكلمه هروح أقولك المتين اتقي اللي عشر ربنا يطلعكم المخرج اللي أنت فيه هتقوله هتجيبه حقا اتقي اللي واطلع قولي الحقيقة اطلع قولي اللي أنا فعلا كنت زوجي تخوك وانت كدب عشان كنت عايز تتجاوزني وانا رفضتك قولي الحقيقة قولي اللي يملي ضميرك أمام ربنا طب والله العظيم أنا حلمة بسعد النهاردة أول مرة في حياتي أحلم بي عمري ما حلمت بي وده اليوم اللي جاء خلانا قرر لننزل أصور اللي أنا فعلا حلمت بالراجل ده وهو بيقول لي حقك علي يعني في الحلم بتقول لي حقك علي ما بتقول لي في الحقيقة حقك علي الله أعلم ده صدق وانا كدب في موضوع الحلم بس أنا فعلا كنت مصليها الفجر وجات لي الرؤية بعد الفجر والحلم كان طويل جدا لدرجة أنا في حاجة مش فاكريها بس الحقيقة بتقول اللي دعوة المظلوم مفيش بينها وبالربنا حكي وانا تظلمت وأكتر حاجة بتظلمني لما بلاقي ناس بتجرح وهما مش فاهمين حاجة يا إما أنتوا ناس فسقة يا إما أنتوا ناس ما تعرفوش ربنا يا إما أنتوا ناس متعاونين معاي عشان تقولوا كده لكن اللي هيملي ضميره أمام المولى عز وجل هيقول الحقيقة الست دي أثبتت اللي هي زوجة شرعية الست دي عملت إعلام وراسة ونزل فعلا اسمها بالفعل وزي ما ثبت اللي أنا في إعلام وراسة نزل اسمي فيه هزبت كمان اللي أنا عندي شقة سعد وأخد عاملا المية والنور والغاز باسمه ومأجرها كل ده هزبتوا أنا بتمنى ليجي معايا لايف قنوات وتيجي معايا الشقة كمان عشان أفرج الناس اللي أنا ما بكدبش طيب كلمينك ده بقى عن فرض الكوة وسيطارها على شقة سكنية ده تم إزاي رغم إنها شقيتك وباسمك إلا حصل يعني كلمنا كده عن التفاصيل أو خلفيات يعني تعدي سعد الصغير بالكوة والسيطرة وحق التمكين من شقة سكنية لا هو كذب علي وقال لي الشقة دي هتنزل في إعلام الوراسة تمام فأنا بترجكي تفضيها بقى عشان ورسل مش ورسل فأنا طبعا كنت عبيطة الشقة دي الماسم كانت بتاعت يعني آآ محمد هي بتاعتي أنا شاكيكم متوفي ولا بتاعتك لا بتاعتي أنا بس صاحب البورج أنا اللي طلبت مني اكتبها باسم محمد عشان كان ليها لست عليها قصود تمام وأنا اللي كنت بسد اللقصات ومعايا إصالات تثبت اللي أنا كنت بسد اللقصات كل تلات شهور صاحب البورج حين يرزق إن شاء الله لما ينجتمع في النيابة هيجي معايا وإيش شهادة اللي هتحسب عليهم القيامة اللي دي شقتي وأنا اللي دفع على الفلوس وأنا اللي كنت بأخذ الإصاب بتحلصت هو جيم معاك في جلسة من الجلسات أو خلال نور المحامي سيادة المسشارة عاصم أندير اعتمد على جلسة من الجلسات المعاقدة في شبرة خيمة على مين مالك الإشاءة السكنية لأ دي لازم نيبع عامة مالهاش دعوة بالمحكمة دي حاجة ودي حاجة أصلي دي نصب واحتياج ممكن نور واقعة تانية أو محضر آخر محرر بالدساعد الصغير الحمد لله حلو قوي الجملة دي معلش السوري بس عشان فيه تعاليك حلو قوي لا يموت الظالم قبل أن يشفي المظلوم يعني يشوف المظلوم اللي ظلمه الراجل ده ظلمني والله العظيم ظلمني أنا ما بفتلي وحق الظلم اللي هو ظلمولي هو محبوس دلوقتي مش يقول بقى يفوق يبقاله ضمير الأيس والمخدر عماي مخلي دماغه راحة في حتة تانية ده لو بيتطقي الله وبيعمل عمره بجد بجد أمام ربنا بجد يطلع يقول والله أنا ظلمت الستة ده وأنا أشهد أمام الله اللي أنا هسامحه بس لما يعترف لكن كبرياءه وغروره ونجوميته والشيطان اللغوي مخليه مش عايز يعترف طب إيه سجل العناد يعني كده سعر العناد يعني موت الشهر السعر الصغير رفدي ليه قهرة الراجل وحش تاني معلش رفدي ليه كذوق كان قهرته وحش لأنا أسيبه إلا أنا أسيبه وأخد أخوه فكانت بالنسبة له سبقه كان عايز تجوزك يعني طبعا ده طلبني حتى لما محمد يا الله يرحمه توفق طلبني بعد ما محمد ما مات وكان عايز أيوة أصل ده إحساس المعروف الفنان الشعبي قلت له إيه لما طلب إيدك يعني أو كان حايب يتجوزك لأ والله أنا قلت له إحنا طول عمرنا بتعمل معك اللي أنت أخ عمري ما تعملت معاك لأنت ينفعته بأزوج صباحا فطول عمري أنا متعودة على كده فاهمني فهو ده الموضوع كله يعني إلا أنا رفضت وغصب عني مش بقدي أنا كنت بجوزة رجل كنت بحبه العجب هو مجيد يعني طبعا وبعدين محمد بقولك كما يتزعلان منه والله العظيم يشهد علي ربنا يا جماعة أنا عايز أقول حاجة بس ما حدش هيقول كلام لما ربنا سبحانه وتعالى خليه هو اللي ينطق على لسانه دي حاجة التاني حاجة الحق لازم يبان أنت راجل اتهمتني بالباطل وأنا جبت ورق يثبت اللي أنت كداب فاللي يكذب في دي يكذب في دي أنت ما بتشربش دراجز أنا ما بتشربش دراجز أنت كداب أنت كداب في كل حاجة اللي يكذب في حق امرأة أخوه وما يدهاش حق أهل يرضي ربنا وشارع ربنا لا يكذب في أي حاجة طبعا الكداب كداب سيدنا النبي قال التكذب مش مسلم اللي بيكذب مالوش جعب الإسلام فأنت راجل أنت بتتكلم في إيه أنت لو راجل عايز تتطقي الله بجد اطلع قول الكلام اللي يملي ضميرك أمام الله يا رب يا ساعدة تسمعني دلوقتي ويكون دخلك تليفون متهرب لك وتسمع وإنت بتقول وأنا بقول لك كده اتطقي الله عشان ربنا يجعل لك مخرجا من حيث لا تحتسب اتطقي الله وقول الحقيقة أنا سيد جبت إعلام وراسة هطلعه في التلفزيون كده الناس تشوف اسمي كده فيه عشان طلع كدب وقال دي ما كانتش زوجة دي مزورة طب أنا مزورة قاسيمة كمان هزور إعلام الوراسة هحط راجل محترم زي المستشار عاصم أنديل في الموضوع إزاي واجيب إسمه إزاي هو راجل شرف لأي حال خلينا نوري أن حتى اللحظة مفيش فرامان أو قرار صادر من محكمة شبرة الخيمة بعدم أحقية الزوجة لأن حتى اللحظة يعني وفكة نص المحكمة جميع تم ثبوت إنها طريقة للمحمد لا أنا هقول لحضرتك على حاجة الأسرة يعني محكمة الأسرة اللي هي حلفان يمين ستي دي دخلت هي وأخه سعت وزوخته حلفوا يمين باطل وهم عارفين وأنا شهادت عليهم بكده وكلمتهم في كده هم حلفوا يمين باطل اللي هي ما كانتش تعرف اللي هي متطلقة فأستاذ عاصم قال إحنا لازم نعمل تعنى على الحكم عشان اسمك ينزل إنشي وأولاده بس إني طبعا أولاده من حقوم يورسه ده شارع أنا مخلفش شارع عم طيب سريعا بقى كده يعني في نهاية البس مباشر حابين نعرف منك باستفادة شعارك إيه أو كان شعارك إيه يعني بعد إبلاغك خبر القبض على ساعد الصغير داخل مطار القاهرة صليت ركعتين شكري لله سبحانه وتعالى لربنا جاب لي حقي وشفت حقي قبل ما موت ولا يجرالي أي حاجة ربنا ظهرني الحق ربنا اسمه حق اسمه عدل وبعدين المحكمة الأرض ملا يجعب محكمة السماء محكمة السماء أقوى ولسه ربنا هينتقم منه يعني أول حاجة كانت شمس تانية حاجة كانت برلانتي ومنزلين يقولوا أنت لزلامت مرات أخوك أنت لزلامت مرات أخوك شهود مراتاته حلو تالي حاجة كانت الحبسة وغير بقى دي من المتطلقة منه وغير دي اللي كانت مصاحبها وغير دي مش عافية يعني كل ده الناس ما عندهاش اقتناع اللي ده حق وحدة ست قالت يا رب قالت يا رب يعني السم باب السم يكون مفتوح وربنا استجاب دعاها اللي هو تحبس أنا ما همنيش تحبس ولا ما تحبس أنا كل اللي همني اللي هناخد حقي أنا ماليشا اللي حق عايز أخده وحقي قبل الفلوس اللي هو يعترف بالحق وانت أكتر من أوراق القانونية تقول إيه يلا قولي المحكمة مزورة كمان قولي للقانون باطل كمان قول بقى اللي انت عايز تقوله وانت كده كده بتجدب طيب يعني أنا طبعا مشكورت جدا دي كانت أخلي التفاصيل رحبيننا الوارحة لكم تفاصيل جديدة بعد القاعدة قبضة على سعد الصغير الترف الأخر حق الرد حق الرد من مين من أرمالة شاكيك الفنان سعد الصغير كانت ظهرت في فترة في فترة سابقة عبر موقع بصراحة لغباري للتحدث بشأن حصتها في المراس الحصة طبعا وحقية المراس كانت استغاثة طبعا استغاثة سريعة استغاثة فورية وأول ما نستجاب إليها موقع بصراحة لغباري الآن يعني حق الرد طربت مننا السيدة هيبة أرمالة شاكيك الفنان سعد الصغير دي الرد الرد من جديد والتعريق على يعني القبض على سعد الصغير داخل مطار الكاهرة وأيضا بعد قولة الجلسات في محكمة جنات العباسية كان معكم أنا محمد صار قدومتم في أماني جواحة